برعاية حكومية وبحضور رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي نظمت ميليشيا الحجد استعراضاً عسكرياً في محافظة ديالة ضمن احتفالاتها بالذكرى السابعة لتشكيلها عام 2014 الكاظمي جمع بين تناقضات لا تجتمع إلا في رجل سلم مقدرات بلده بيد العصابات التي تعبث به من دون رادع ولا رقيب فتلك الميليشيات التي تستعرض قوتها وسلاحها بمباركة الحكومة ورئيسها هي من كانت بالأمس تحاصر المنطقة الخضراء وتهدد الكاظمي بقطع أذنيه حضور الكاظمي ورعايته استعراض الميليشيات يفضح تصريحاته في السيطرة على السلاح المنفلت والميليشيات وحرصه المزعوم على هيبة الدولة التي لم تعد لها هيبة داخل العراق وخارجه وهو دليل على رضوخه لإيران واذروعها الميليشياوية في العراق الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيات الحجد جعلها تتوجس خيفة من أي محاولة لإضعاف نفوذها في العراق وذلك ما ذكره قيس الخزعلي زعيم ميليشيا العصائب في رسالته إلى من وصفهم بأمة الحجد وجماهيره إلى جماهير الحجد إلى أمة الحجد أن يكونوا على استعداد للدفاع عن حجدهم في الوقت الذي تستعرض فيه الميليشيات قوتها برعاية الدولة فإن هجمات بثلاث طائرات مسيرة استدفت منطقة قرب القنصلية الأمريكية في أربيل في حين قال رئيس حكومة كردستان العراق مسرور البرزاني إن إدانة الهجمات على أربيل ليست كافية ويجب الرد على تلك الهجمات التخريبية والإرهابية مما وصفهم بالجماعات الخارجة عن القانون وتضع السيادة وقدرة الحكومة في بغداد تحت طائلة التساؤلات على وفق تعبيره ومع محاولات الميليشيات إظهار قوتها في كل فرصة تتاح لها إلا أن ثم تم يشير إلى انقسامات وخلافات داخل صفوف تلك الميليشيات برز بمغادرة بعض الميليشيات من المشاركة في الاستعراض العسكري الأخير كميليشيات السراية وعنصار المرجعية والإمام علي مهما اختلفت الميليشيات في تبعيتها للحكومة الحالية في بغداد أو لنظام ولاية الفقه في طهران فإن العامل المشترك بين تلك القوى المسلحة ومن يقف وراءها من الأحزاب الفاسدة التي تدير العملية السياسية وتدمير العراق ونهب خيراته وإخضاع أهله لسيطرة الاحتلالين الأمريكي والإيراني